عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وكذا التعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بصورة يومية مع محافظ مطروح مستجدات الموقف في مدينة رأس الحكمة ومعدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة كما تم خلال الاجتماع عرض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الأرض للشركة الإماراتية وكذا الإجراءات التنفيذية لترفيق منطقة شمس الحكمة